في وقت توفر فيه الدولة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المبادرات ككلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمرحلتها الجديدة وتوفر من خلالها السلع الأساسية في فروع السلاسل التجارية بتخفيضات كبيرة فإن الوزارة تواصل ضرباتها المؤثرة والقوية ضد مافيا الاتجار في السلع الفاسدة التي تضر بصحة المواطنين وتلك التي تتلعب بالدعم الذي توفره الدولة للمواطنين بما يضمن وصوله لمستحقيها حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط نحو 22 طن من الأسماك المملحة والمجمدة والمدخنة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية والبحيرة والفيوم والإسماعيلية كما استطاع الضبط أكثر من 18 طن ونصف الطن من اللحوم والدواجن الغير صالح للاستهلاك الأدمي بالجيزة والقاهرة والبحيرة والشرقية كما استطاع الضبط نحو 8 أطنان من مستلزمات إنتاج الطحينة وزيت وعسل إضافة إلى منتج نهائي بمصنع دون ترخيص بالقليوبية وضبط نحو 170 ألف عبوة وقرس أدوية ومستحضر التجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمخزن أدوية غير مرخص بالإسكندرية واستطاعت الإدارة ضبط نحو 15 ألف لتر سولار مدعم جمعها مالك تولومبا لتموين السيارات بالمنوفية تمهيدا لباعها بالسوق السوداء ترجمة نانسي قنقر